في البداية وزي كل حلقة بفكر حضراتكم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأن تعايش مع الفيروس بقى ضرورة لمفر منها لكن برضو خدوا بالكم من شائعات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في توظيف الوباء العالمي لنشر البلبلة وترويج الأكاديب ضد المصريين لأهداف خبيثة زي الإساءة لمؤسسات الدولة رغم التعامل بشفافية ومهنية مع تدعيات الفيروس وكمان لتعطيل مصالح الناس ودفعوهم للغضب بزعم إخفاء حقيقة الإصابات في بعض الجهات الحكومية طبعا كل ده بيترجم لتكدير للسلم والأمن العام وهنا ممكن حد يقول الكلام ده كبير وتهويل بدون دليل لا يا سادة ده اللي بيحصل على أرض الواقع في كتير من الأماكن وبنشوف حلقات من النميمة الجماعية والعلنية كمان بسبب معلومات خطئة ومغرضة من بعض أتباع الجماعة الإرهابية وبالمناسبة كلامي سبب الخبر المنشور في عدة مواقع النهاردة ومتبت في محضر رسمي مش كلام والسلام مدرية القوى العاملة في محافظة الأقصر أصدرت قرار بوقف موظف عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الموظفين في المدرية والمواطنين بوجود حالات إصابة بين الموظفين في المدرية بفيروس كورونا وإغلاق المقر بالمخالفة للواقع تم تحرير محضر رقم 5172 إداري بندر الأقصر لسنة 2020 بحق الموظف واتهامه بنشر الشائعات عن مدرية هامة في خدمة المواطنين يوميا أهو ما جبتش حاجة من عندي الوعي الوطني كلمة السر في عبور مصر من أي أزمة سواء كورونا أو غيرها زي ما كان وقود المعركة المستمرة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ضد مؤامرات ومخططات الجماعة الإرهابية وحلفائها لنشر الفوضى في بلدنا سمحوني إذا كنت طولت عليكم لكن عزري هو محاولة إغلاق منافذ شياطين الإخوان لضرب استقرار الوطن وإحنا ما عندناش غيره زيهم عندهم بلاد تانية يروحوها لكن إحنا لا يمكن نقبل بإن إحنا نكون عملاء لتركيا أو قطر أو غيرها من القوى والأجهزة الاستخباراتية الحاقدة على نجاحات الدولة المصرية رغم جملة التحديات والصعوبات ترجمة نانسي قنقر